اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس التصميم باستخدام برنامج باوربوينت في هذه المحاضرة راح نعمل تصميم مينيو لكوفي عصائر طبعا في البداية راح نتخلص من التكست اريا الموجود delete جيد من ادراج اشكال راح نضيف شكل بهذه المنطقة طبعا راح يكون بهذا القياس طبعا من المخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي ومن تعبئة الشكل راح نختار مزيد من الوان التعبئة ومن قياسي راح نختار هذا اللون طبعا هذا اللون مناسب الاسفل ومن مخصص راح نزيد بالعتمة بهذا الشكل او ممكن يكون افتاح يعني ممكن المزيد من الوان التعبئة مخصص ممكن يعني يرتفع الى الاعلى المؤشر ممكن بهذا الشكل الان من click amen تنسيق الخلفية طبعا تعبئة خالصة اللون راح نختار لون غامق طبعا ممكن الوان اضافية وممكن نختار هذا اللون او ممكن نختار هذا اللون ومن ثم موافق جميل الان راح نضيف تنسيقات لهذه الخلفية طبعا من خلال ادراج اشكال ورح نختار هذه الدائرة بهذه الطريقة طبعا راح نقلل من يعني سمك الدائرة ممكن انه نزيد بالسمك ومن تعبئة الشكل راح نختار هذا اللون ومن المخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي ورح نقلل من الشفافية من خلال تنسيق الشكل ممكن بهذه الطريقة 35 مناسبة جيد جدا الان بعد ما اعملنا هذه الدائرة طبعا راح نضيف هذه الدائرة ممكن نضيفها بهذه المنطقة وطبعا ممكن بهذه المنطقة وطبعا لا بأس انه ممكن تكون بهذه المنطقة ممكن تكون اقل بهذه الطريقة وطبعا ممكن هنا ممكن بهذه المنطقة وطبعا ممكن بهذه المنطقة الان من ادراج اشكال نختار دوائر راح نرسم دائرة ومن تعبئة الشكل راح نختار هذا اللون ايضا من تنسيقات الشكل راح نقلل الشفافية وطبعا ممكن تصغر الدائرة ونخليها ممكن هنا قطعة وطبعا ممكن هنا يعني شيء بشكل عشوائي وممكن طبعا يعني نتحكم باحجام الدوائر يعني ممكن هاي الدائرة تكون اصغر ممكن هذي تكون اكبر حتى العشوائية تبطينا انطباع بعدم التكرار دائما العقل يحب الاشياء الجديدة بهذه الطريقة الان من ادراج اشكال ممكن نضيف بهذه الطريقة خط وايضا نفس اللون بلا مخطط تفصيلي وايضا من الشفافية ممكن يكون الشفافية بهذه القيمة طبعا ممكن هنا نختار خط ممكن هنا خط وطبعا ممكن بهذه الطريقة ممكن الخط يكون اقل ممكن هنا الخط يعني اهم شيء عشوائية بالموضوع جيد الان اكملنا تصميم الخلفية الخاصة بهذا الجزء طبعا ممكن احد الاخوي يسأل هذه الاشياء الزائدة شون راح تشوه التصميم طبعا عند العرض ما راح نشوف هذه الاشياء الزائدة نهائيا ممتاز جيد الان راح نضيف منيو الخاص بالعصائر طبعا من ادراج اشكال نختار مثلا هذا الشكل وبهذه المنطقة طبعا مخطط تفصيلي ممكن نختار هذا المخطط التفصيلي وتعبئة الشكل طبعا يكون ابيض ممتاز طبعا لا بأس انه نضيف من تأثيرات الاشكال ممكن نضيف ظل يعني ممكن يطينا تأثير جميل طبعا نستنسخ اشكال اخرى نحدد الشكلين لا بأس بالمقدار ممتاز وايضا لا بأس انه من محاذات ونختار توزيع افقي بهذه الطريقة ممتاز طبعا ممكن تنزل الى الاسفل الاشكال وطبعا لا بأس انه تنزل الى الاسفل يعني تصغر بالارتفاع الان راح نضيف الان راح نضيف دائرة هذه الدائرة راح تكون بهذه المنطقة مخطط تفصيلي ممكن يكون بهذا اللون وطبعا تعبئة الشكل راح نضيف صورة طبعا ممكن يبقى بهذا الشكل لا بأس ونستنسخ هذه الدائرة ولو انا افضل انه تكبر الدوائر بهذه الطريقة دائرة ثانية من تعبئة الشكل راح نختار صورة اخرى راح تكون مثلا لعصير البرتقال ودائرة الاخرى راح تكون ايضا من تعبئة الشكل صورة وراح تكون لعصير مثلا البطيخ الاحمر والدائرة الاخرى راح تكون لعصير مثلا الليمون جيد ممكن نلاحظ انه هنانا عدنا صار تشوه للصور طبعا ممكن نحدد الصورة وطبعا من اقتصاص تنسيق هنا من اقتصاص ممكن نختار احتواء هنا احتواء راح تبطينا احتواء للصورة طبعا طول وعرض طبعا ممكن نضغط شفت وكنترول ونكبر راح نشاهد انه الصور راح تكون دقيقة وجميلة ايضا بهذه الطريقة راح نكملهم حتى نختصر الوقت ونرجع لكم الان راح نضيف العناوين من ادراج طبعا ادراج ممكن نجي نضغط هنا نكلك مربع نص وراح نضيف مربع نص بهذه المنطقة راح نكتب عصير الكيوي وطبعا راح نختار فونت اللي هو راح يكون بولد الجزيرة بولد وطبعا لا بأس انه اللون يكون بنفس اللون الغامق اللي اختارناه سابقا نكبر الحجم بهذه الطريقة وممكن طبعا يكون توسيط جيد طبعا راح نكتب السعر بالاسفل هنا راح يكون مثلا الفين دينار وطبعا لا بأس انه الفين او رقم اثنين تكبر بهذه الطريقة وطبعا دينار تكون رقلاب يعني اعتقد تكون اجمل طبعا هي حيلة تسويقية جيد الان راح نضيف الشرح طبعا ناخذ مسخ كونترول سي وطبعا نكلك ايمن وراح نضيف الاي لصق بلا نحدد كل شي وراح نختار لايت طبعا مثل ما نوهنا سابقا انه يفضل النصوص الكبيرة تكون بفونت لايت وطبعا لا بأس انه نكبر الكتلة بهذه الطريقة وطبعا نختار كشيدة صغيرة وايضا لا بأس انه محالات الى اليمين طبعا ممكن هناك تجلطات جيد الان بما انه اصبح عندنا نص وعنوان طبعا لا بأس انه هذا الرقم يكبر ممكن بهذه الطريقة نحدد نصوص كلها وراح نستنسخها بهذه الطريقة الان راح نجي نغير المحتوى طبعا هناك راح يكون عندنا البرتقال هناك راح يصير عندنا البطيخ وهناك الليمون جيد نجي الى الاسعار طبعا هناك ممكن يكون عندنا 1500 وطبعا لا بأس انه تصغر قليلا يعني مثلا 2820 ممكن يكون 26 هناك عدنا مثلا البطيخ ممكن 1000 دينار وطبعا الليمون يبقى ممكن 2000 دينار جيد طبعا للاختصار ما راح نغير النصوص هناك بالأسفل لان الفكرة صارت واضحة واعتقد انه تم تغيير محتوى للكثير من النصوص في الفيديوهات السابقة اخيرا راح نضيف العنوان طبعا من ادراج هناك راح نكتب عنوان عصائر جنة الفواكه طبعا نكبر الحجم توسيط ولا بس انه نختار مثلا رقلر وجنة الفواكه تكون بولد طبعا كل العنوان ممكن يكون باللون الابيض بهذه الطريقة اصبح لدينا مينيو جميل ومتناسق وسهل في نفس الوقت نلتقيكم في محاضرة قادمة باذنه تعالى